مكان بعيد جداً الأهلي وهو بيتكلم على أنه بيطمح في اللقب الـ 12 لديه من الأرقام القياسية الإعجازية في دور الأبطال ما يكفي هنشوف بعضاً من هذه الأرقام في هذا التقرير لا مختار برأس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب برأس ورأس مازتين الأهلي هو بطل إفريقيا وفارسها وزعيمها الأول وذكره مرتبط دائماً وأبداً بالأرقام القياسية محلياً وقرية ويثبت يوماً بعد يوم للعالم أنه ليس مجرد فريق أثبت الأهلي بما لا يدع مجالاً للشك أنه فريق عملاق وأنه كبير إفريقيا عن جدارة واستحقاق بالأداء والنتائج والإنجازات والبطولات والتاريخ فقبل ساعات من خوض مباراته الهامة والمرتقبة أمام مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا يمتلك الأهلي أرقاماً قياسية في البطولة الأقوى والأشهر في القارة السمراء تحتاج لمجلدات لرصدها إنه الفريق الأكثر خوضاً للمباريات في بطولة دور الأبطال والأكثر ظهوراً في البطولة كما أنه الفريق الأكثر تواجداً في النهائي بسبع عشرة مرة والأكثر تتويجاً بالبطولة بإحدى عشرة مرة كما أنه الفريق الأكثر ظهوراً في نصف نهائي المسابقة القرية بعشرين مرة كما أنه الفريق الأول في تاريخ المسابقة الذي يصل إلى النهائي خمس مرات متتالية ويمتلك الأهل رقما مميزا بعدم الخسارة في 20 مباراة متتالية في البطولة القارية بثمان مباريات في نسخة 2023 و 12 مباراة في نسخة 2024 كما أنه نجح في التتويج بالبطولة بدون هزيمة في نسخة 2005 حيث خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وهو رقم قياسي مميز للشياطين الحمر وفي نسخة 2020 خقق الأهل أعلى معدل تهدفي في نسخة واحدة برصيد 36 هدفا 19 هدفا في الأدوار التمهيدية و 7 أهداف في دور المجموعات وتسعة أهداف في المراحل النهائية كما يمتلك نادي القرن رقما مميزا في عدد مرات ظهور في دور المجموعات بـ 21 مرة بالتساوي مع الترجي التونسي كما أنه يمتلك رقما مميزا آخر في دور المجموعات بتأهله إلى دور المجموعات تسعة مرات متتالية بالتساوي مع الوداد المغربي وواصل الأهل تفوقه بنجاحه في تخطي عقبة دور المجموعات ثمان مرات متتالية بالتساوي مع مزنب الكنغولي والوداد المغربي ويعد الأهل الفريق الأكثر خوضا لمباريات بدور المجموعات كما أنه الفريق الأكثر تسجيلا في مباريات دور المجموعات كما حافظ المارد الأحمر على سجله خالي من الهزائم في دور المجموعات ثلاث مرات ويمتلك الأسطورة محمود الخطيب نجم الأهل السابق ورئيسه الحالي رقما مميزا بكونه هداف المسابقة خمس مرات في مواسم سبعة وسبعين برصيد أربعة أهداف وثلاث مرات متتالية أعوام واحد وثمانين واثنين وثمانين وثلاثة وثمانين برصيد ستة أهداف وسبعة وثمانين وهي آخر نسخة ظهر فيها وسجل خمسة أهداف وسيظل الأهل ملك الأرقام ومخطمها وسيبقى دائما وأبدا أجمل الكلمات وأحلاها والحلم الجميل وفرحة الملايين وخالد مثل الأهرامات والليل خليكوا فاكرين دائما إن نادي الأهلي مش نادي عادي الأهلي بيصنع طول عمره تاريخ والتاريخ بإذن الله لازم يستمر طول السنين يعني أنا الفقرة الأخيرة يمتلك الصورة محمود القطيب أرقام قياسية في أدي واحد اتنين تلاتة أربع خمس مواسم صاحب الأرقام القياسية كهداف وده منطقي إن كلتا لما تبقى عند كل الأرقام القياسية هتجد أحسن هداف وأكتر فريق ساقفوز هتتتالى الأرقام القياسية وإلا أنت وصلت المكانة دي إزاي فالأرقام تعزز مكانة الأهلي ويستند إليها الأهلي عشان العالم كله بشاور بلا يعني مجال للجدل والجدال على مكانة الأهلي ووضعه المحترم جدا بص يا جماعة القيمة الحقيقية لتاريخ الأهلي في اللي انتوا سمعتوه ده وده جانب بسيط لمشاركات الأهلي في أفريقيا اللي خلته يبقى ناد القرن واللي يخلي بعد حوالي ربع القرن الجديد الأهلي ما زال في الصدارة ما معنى أن نادي كان هو الأول في القرن الماضي ولا يزال هو الأول في ربع القرن الجديد ده سؤال عبقاري لازما كل الناس توقف عنده لأنه سؤال على قد ما فيه قوة وحيوية النموذج في قدرة وعمق الاستلهام بمعنى أن كنت الزي يعيني لا بجد والله لا والله جملة جميلة عجباية آه لأنه ما هو فيه ناس كتير عندها تاريخ كبير قوي بس مش قادرة تستلهم منه ولا قادرة تتعلم منه ولا عارفة تحافظ عليه فإن أنت يكون عندك نموذج تاريخي فيه النجاح الباهر جدا والنجوم اللي صنعت التاريخ على مدار قرن فات ثم تيجي في القرن الجديد ربع القرن وأنت لا تزال الأول ده معناها أن أنت نموذج حي فعلا نموذج ملهم وعلى قد من النموذج ملهم على قد من القائمين على هذا النموذج في الطرح الجديد بتاعه عندهم هذه القدرة على الاستلهام بحيث أن أنت الحفاظ يا أستاذ براهر والتعلم من اللي فات لأن أنت مش واخدين بالكم من حاجة أن يكون الكابتن محمود الخطيب هو صاحب هذه الأرقام الريادية لأن الرائد دي حاجة مهمة جدا أنه هو يبقى البيونير أو الرائد في كذا حاجة في البطولات الأفريقية أول هدف الأهل يسجله في أفريقيا في تاريخه يسجله محمود الخطيب في المولدية الجزائري في 76 ده معناه إيه؟ معناه أن أنت عندك نموذج حي قادر يقدم لك هذا النجب اللي بذر وتقلق من خلال نموذج الأهلي يصل أنه يبقى رئيس النادي فيدي هذا المفهوم وهذه المعاني وهذه القدرة للأجيال التالية الحفاظ هنا بس نقف عشان ناس يعني بساعة ما بيخب فمش قصد قوم من كلمة حبوا الأهلي كما وجدتموه كما وجدتموه يعني حفظوا على ثوابته وقيمه لأن هي السبب في كل يعني أنت قلت إيه؟ القدرة على الاستلهام الاستلهام من إيه؟ من نجاحات نتيجة الحفاظ على ثوابت أيوة طول ما الثوابت دي موجودة بتحقق نجاح أغيرها ليه؟ ألعب فيها ليه؟ أدعمها أجرب غيرها ليه؟ ما هي من أهالي الأهداف كلها؟ أي يعني الأهلي عشان كده مستمر مش عشوائية مش نادي طفرة مش جيل معين عملك نتائج ده سياسة أفرازت أجيال بشكل معين وقيمة معينة وقدرة معينة كان من البديه والمنطق ينتحقق نفس النتائج الحفاظ على هوية الأهلي وقيمه وطقاليده وصوابته وسياساته ونماذج الإدارة بتاعته هو ده الضمان الحقيقي لإستمرار الأهلي معينة